احنا ان شاء الله اخذنا قرارنا وندعو جميع فلاحي مصر الى ملعب الكرة بجمعية الشبان المسلمين بالقاهرة 12 شارع رمسيس سيرعى طيار الاستقلال مؤتمر صحفي عام ستدعى له جميع الفئات الفاعلة في مصر الساعة 2 ظهرا بعد صلاة الجمعة القادمة سنقول قولتنا الاخيرة فيه لمن يهمه امر مصر ولمن نحن في رقبته ولمن نحن في زمته انتم مين يا حاج برغشم جميع فلاحين مصر ايو يا جميع فلاحين مصر مين اللي بيمثلهم اللي اهم حاجوا يمثلون نفسه يعني هاي با فيه تجمع بالالاف والملعب هاي با فيه تجمع بالالاف واحنا خدنا قرارنا على ثلاث مراح مين اللي بياخد القرار يا فندم يعني مين اللي يقدر يقولونه للمسل الفلاحين يا فندم يا فندم الفلاحين صحهم خلاص أنا بسألك يا حاج برغش هيجي مثلا نقيب الفلاحين حتى لو حيك متحفز على فكرة النقابة وعلى طريقتها والله أنا اللي بمثل الفلاحين يا فندم اللي حيصلنا هناك في الملعب هو اللي بمثل الفلاحين واللي حيجي وقف معنا في الملعب يوم الجمعة في جمعية الشبان المسلمين بيرعى هذلك طيال الاستقلال وهو الدعم له هو القايم به الساعة هنصلي في المسجد في مسجدين عند الجمعية وفي تالت كمان في شرع عبدالخاري كسروات هنصلي في المساجد دي وهنبدأ جاعدتنا في ملعب الكرة في جمعية الشبان المسلمين لانا رسالة سنقولها للمصريين ولانا رسالة سنقولها لرئيس الجمهورية احنا عندنا تالت محاول مش هنعمل غيرهم ماشي مش هنعمل غيرهم اللي هم اي سنبدأ بتعليق الشارع السوداء على صدورنا حدادا على موت الفلاح والزراع المصري نمر اتنين هنترك فرصة ثلاثة ايام للحل اذا لم يتم الحل سنعتصم ونجلس عند وزارة الزراع ان شاء الله شهر شهر اثنين وحنفترش الارض ونقعد الى ان يجاب لطلبتنا مجابوش لطلبتنا لن نشارك في انتخابات مجلس النهاب القادمة ولن نستقبل اي مرشح فيها ولن نذهب للسناديق وقل لمن اتخذ القرار مبروك عليك يا شاطر ونشنت حولت الفلاحين لكتلة سلبية يمكن يلعبوا فقع الاخوان والسلف ويمكن التهارات الدينية تخش فيها ويجب أن تقدمت مصر في طريق اخر طب انا بسألك تاني هنا مش خايف ان فعلا يتقال ان في استخدام سياسي للمسألة او محاولة للضغط على الحكومة في وقت الصحة والله شوف يا فندم زجلونا زمان في الفلاحين الغزلة تغزل بريد لجحش تمام اذا ملاجدش مغزل تغزل بريد لجحش طب احنا الناس كلها نكرتنا ورفضتنا حتى القرار اللي يكتلنا مادوش فرصة الروساسة الرحمة قبل ما تنفذ الى براسنا انه منك شونا فيه اذا بتجرفوا منه حنروح فرساتشي ولا بريس ونجيب ديور ولنفان اذا صورتنا مش عجباكم في نفخ وشفط نروح نعمل زي الناس ما بتعمل اذا ريحتنا مش عجباكم حنجيب عطور من كل بلاد العالم